موسيقى الثالثة مساء من التليفزيون المصري أهلا بحضراتكم وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة الانتهاء من الخطوات التشريعية المطلوبة لتسهيل مشاركة القطاع الخاص في المنظومة الصحية بما يعزز من إمكاناتها الحالية ويرفع قدراتها الاستعابية وجودة وكفاءة الخدمات الصحية بشكل عام جاء ذالي خلال اجتماع رئيس السيسي مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي ووزيري العدل والصحة وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس السيسي تابع جهود الحكومة لدعم مشاركة القطاع الخاص في الاستثمار في القطاع الصحي وزيادة التدفقات الاستثمارية في مجال الصحة حيث تم استعراض آليات متابعة التزامات المستثمرين لإنشاء وتطوير وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية والأطر التشريعية اللازمة في هذا الصدد كما اطلع الرئيس السيسي على معدلات الإنجاز الخاصة بعدد من المشروعات القومية في قطاع الصحة حيث وجه بتوفير احتياجات المشروعات القومية ذات الصلة كما استعرض الاجتماع الخطوات التنفيذية لدعم وتوطين صناعة الدواء بالإضافة إلى فتح مجالات جديدة لتصدير الدواء المصري وكذا الموقف الحالي للمبادرة الرئاسية وخاصة المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار كما وجه الرئيس السيسي بتوفير الدعم المالي اللازم في هذا الصدد وزيادة معدلات الإنجاز في مبادرة القضاء على قوائم الانتظار مع الاستمرار في تقديم الدعم الصحي للأشقاء في قطاع غزة لتخفيف حدة الأزمة الإنسانية والصحية التي يعاني منها أهل القطاع عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبودي عقد اجتماعاً متابعة جهود فضل اجتباكات المالية بين وزارتي الكهرباء والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وأشر رئيس الوزراء في مستهل الاجتماع إلى ما يتم عقده من اجتماعات دورية لمتابعة ملف فضل اجتباكات بين مختلف الجهات وأكد الرئيس الوزراء أنه بالانتهاء من هذا الملف وسدد المستحقات للشركات والجهات يكون لهذا الإجراء الأثر الإيجابي في تحسين مركزها المالي ورفع كفاءة الخدمات المقدمة من خلال هذه الشركات والجهات استشهد 14 فلسطينياً إثر قصف طائرات ومدفعية الاحتلال الإسرائيلي مناطق متفرقة في خان يونس ومدينة غزة في اليوم السابع وسبعين بعد المئة من الحرب الإسرائيلية المتواصلة على القطاع وهزت انفجارات عنيفة مناطق غرب خام مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة كما قصفت طائرات الاحتلال بورغان سكنيان في مدينة الأسرة شمال غرب النصيرات وسط القطاع هذا وقد بلغ عدد الشهداء جراء الحرب الإسرائيلية منذ السابع من أكتوبر الماضي فـ 32782 شهيداً إضافة إلى أكثر من 75 ألف مصاب ولا تشمل هذه الأرقام الألاف في عداد المفقودين تحت الأنقاذ وفي الطرقات والذي يمنع الاحتلال تواقم الإسعاف والإنقاذ من الوصول إليهم أدانت الخارجية الفلسطينية حرب الإبادة التي ترتكبها سلطات الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني لليوم السابع والسبعين بعد المئة على التواري والتي تخلف يومياً المزيد من الشهداء والإصابات والمفقودين بما فيهم النساء والأطفال وذكرت الخارجية الفلسطينية أن إسرائيل تقوم بتكريس احتلالها العسكري لقطاع غزة من خلال ترسيم ما يسمى بالمنطقة العازلة التي تلتهم ساحة واسعة من القطاع وتقوم بتقطيع أواصله من خلال شق طرق عرضية وطولية وتحويله إلى مناطق معزولة بعضها عن بعضه وحذرت من مخاطر أي ترتبات تروج لها الحكومة الإسرائيلية بشأن اليوم الثاني للعدوان وتعمل على إنجازها بشكل تأمري وتصفوي بهدف تكريس سيطرتها العسكرية والأمنية على قطاع غزة وفصله تماماً عن الضفة الغربية المحتلة وضرب الجهود الدولية المبدولة لتوحيد جغرافيا دولة فلسطين في ظل الشرعية الفلسطينية المعترف بها قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تدرس أدهانوم أنه تم تأجيل مهمة مشتركة شديدة التعقيد إلى مستشفى الشفاء في قطاع غزة بسبب تأخير الإجراءات الإسرائيلية وأضف مدير عام المنظمة أنه تم ربط ثلاث مهمة سابقة للمستشفى الذي لا يزال تحت الحصار منذ 18 من مارس الجاري منوهاً بأن الربض المتكرر لم يمنع المنظمة من الوصول إلى المرضى في حزب بل أدى أيضاً إلى تعطيل العمليات الحاسمة الأخرى المنفذة المنقذة للحياة من خلال تشتيت الموارد المحدودة ودعا أدهانوم لاحتلال الإسرائيلي إلى تسهيل منبر إنساني آمن مشدداً على ضرورة عدم عسكرة قطاع غزة أو مهاجمته كما دعا مجدداً إلى وقف إطلاق النار أعلن التلفزيون السورية مقتل نحو ستة مدنيين وإصابة أكثر من عشرين آخرين جراء انفجار سيارة مفخخة في سوق شعبية وسط مدينة غزاز بريف حلب الشمالية قرب الحدود التركية وأوضح التلفزيون السورية أن المنطقة المستهدفة بالتفجير تعد من بين المناطق الأكثر اقتضاداً بالمدنيين وخاصة في هذه الأوقات من شهر رمضان المبارك هذا وتمكنت سيارة الإصعاف من انتشال بعض جثامين القتلى ونقلها مع عدد من المصابين إلى المستشفى عزاز الوطنية أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تابون أن قرار إجراء انتخابات رئاسية مسبقة في السبع من سبتمبر القادم يعود إلى أسباب تقنية فقط ووصف تابون ما رددته بعض الأوساط الإعلامية التي حاولت الربط بين الانتخابات الرئاسية المسبقة ووجود أزمة في أعلى هرم السلطة بالشائعات الرامية إلى زعزعة استقرار البلاد جاء ذلك خلال لقائه الدوري مع ممثل وسائل الإعلام الجزائرية المحلية والذي تطرق خلاله إلى العديد من المسائل الطائرة أو الطارئة على الساحة المحلية والدولية فتحت مراكز الاقتراع أبوابها في تركيا أمام الناخبين المشاركة في الانتخابات المحلية ووجهت السلطات التركية الدعوة إلى أكثر من 61 مليون ناخب للتوجه إلى صندوق الاقتراع لاختيار رؤساء البلديات الكبرى والمدن والمقاطعات وتشير استطلاعات الرأي إلى تقارب السباق الانتخابي في اسطنبول المدينة التي يبلغ عدد سكانها 16 مليون نسمة والتي تقود الاقتصاد التركي حيث يواجه إمام أغلو تحديا من مرشح حزب العدالة والتنمية والوزير السابق مراد قروم أظهرت وثيقة نشرت على الموقع الإلكتروني للكريملين أن الرئيس الروسي بلديمير بوتين وقع مرسوما بشأن التجديد العسكري الروتيني في فصل الربيع وسيتم استدعاء 150 ألف مواطن لأداء الخدمة العسكرية الإلزامية ولا يسمح القانون بإرسال مجندين جدد للقتال خارج روسيا وتم إعفاؤهم في عام 2022 من عملية تعبئة عسكرية محدودة جمعت على الأقل 3000 من ما لديهم تدريب عسكري سابق للقتال في أوكرانيا لكن بعض المجندين الجدد تم إرسالهم لجبهة القتال عن طريق الخطأ تكرت وزارة الدفاع الروسية أن القوات الجوية الروسية نفتت ضربة كبرى على مرافق بنية تحتية للطاقة ومنشآت إنتاج غاز في أوكرانيا وأوضحت الوزارة أنها استخدمت أسلحة جوية بعيدة المدى على تدق وطائرات مسيرة مشيرة إلى أنه نتيجة لهذا الهجوم تعطل عمل مؤسسة دفاعية تشارك في تصنيع وإصلاح الأسلحة والمعدات والذخيرة أعلنت القوات الجوية الأوكرانية أن روسيا أطلقت 16 صاروخا و11 طائرة مسيرة على أوكرانيا في هجوم جوي أثناء الليلة وأشرت القوات الأوكرانية إلى أنها نجحت في إسقاط 9 طائرات مسيرة وتسعة صواريخ وعلى مدى أكثر من أسبوع كانت روسيا قد شنت حملاتها الجوية على منشآت الطاقة الأوكرانية الأمر الذي تسبب في أضرار بالغة وأثار مخاوف الأوكرانيين من العودة إلى انقطاع الكهرباء التي شهدت البلاد في أول شتاء بعد الحرب أعلن وزير الدفاع الفرنسي سباستيان لوكورنو أن باريس تعتزم متزويد أوكرانيا بحزمة مساعدات جديدة تشمل المئات من العربات المدرعة والصواريخ المضادة للطائرات وقال وزير الدفاع الفرنسي أن هذه المعدات والمركبة العسكرية ستدعم كييب في حربها ضد موسكو وتقوم فرنسا حاليا بتخلص التدريجي من هذه المركبات التي يزيد عمر بعضها عن أربعين عاما لتحل مكانها مركبات جريب المدرعة الجديدة دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيرش الحكومات على مستوى العالم إلى العمل على بناء اقتصادات تعالج استنذاف الموارد وإدارتها والاستثمار في برامج حديثة لإدارة النفايات ومنع الهدر كذلك في رسالة لجوتيرش بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على الهدر العامي 2024 نشرها الموقع الرسمي للأمم المتحدة وشدد جوتيرش على ضرورة أن تقوم الشركات بعادة التفكير في طريق تصنيع منتجاتها لتقليل إلى أدنى حد من الإسراف في تغليف السلع والمنتجات وزيادة مدة صلاحيتها ودورة حياتها إلى أقص حد قال مسؤول عسكري أن حريقا هائلا في مستودع ذخير بالقرب من العاصمة الإندونسية قد تم إخماده وأضاف المسؤول العسكري أن الجيش يقوم بمسح المناطق السكنية القريبة لجمع المواد التي يحتمل أن تكون قد تطايرت أثناء الانفجارات وكان الحريق قد اندرع أمس في منشأة عسكرية لدخيرة في بورجو على مشارف جاكرتا ما تسبب في سلسلة من الانفجارات المدوية وتصاعد ألسنة اللهب والدخان دون خسائر في الأرواح أو الإصابات وعودة للخبر الأبرز حيث واجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة الانتهاء من الخطوات التشريعية المطلوبة لتسهيل مشاركة القطاع الخاص في المنظومة الصحية بما يعزز من إمكاناتها الحالية ويرفع قدراتها الاستعابية وجودة وكفاءة الخدمات الصحية بشكل عام جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي ووزيري العدل والصحة اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والمستشار عمر مروان وزير العدل والدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان صرح المتحدث الرسمي باسم رئيسة الجمهورية المستشار الدكتور أحمد فهمي أن السيد الرئيس تابع جهود الحكومة لدعم مشاركة القطاع الخاص في الاستثمار في القطاع الصحي وزيادة التدفقات الاستثمارية في مجال الصحة حيث تم استعراض أليات متابعة التزامات المستثمرين لإنشاء وتطوير وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية والأطر التشريعية اللازمة في هذا الصدد وقد وجه السيد الرئيس بسرعة الانتهاء من الخطوات التشريعية المطلوبة لتسهيل مشاركة القطاع الخاص في المنظومة الصحية بما يعزز من إمكانتها الحالية ويرفع قدرتها الاستعابية وجودة وكفاءة الخدمات الصحية بشكل عام كما اطلع السيد الرئيس على معدلات الإنجاز الخاصة بعدد من المشروعات القومية في قطاع الصحة حيث تم عرض الموقف التنفيذي الخاص بافتتاح أول فرع في مصر لمعهد جوستافروسي الفرنسي بالشراكة مع مستشفى السلام وكذا تطوير المدينة الطبية بمعهد ناصر مدينة النيل الطبية ومشروع المعامل المركزية بمدينة بدر وآخر مستجدات المدينة الطبية للمعهد التعليمية وقد وجه السيد الرئيس بتوفير احتياجات المشروعات القومية ذات الصلة في إطار خطة الدولة للتوسع في تقديم الخدمات الصحية للمواطنين على النحو الذي يعجل بمجهودات الدولة في تنفيذ التغطية التأمينية الصحية الشاملة تم كذلك استعراض الخطوات التنفيذية لدعم وتوطين صناعة الدواء بالإضافة إلى فتح مجالات جديدة لتصدير الدواء المصري وكذا الموقف الحالي للمبادرات الرئاسية خاصة المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار حيث وجه السيد الرئيس بتوفير الدعم المالي اللازم في هذا الصدد وزيادة معدلات الإنجاز في مبادرة القضاء على قوائم الانتظار مع الاستمرار في تقديم الدعم الصحي للأشقاء في قطاع غزة لتخفيف حدة الأزمة الإنسانية والصحية التي يعاني منها أهالي القطاع نهاية موجز الثالثة دمتم في رعاية الله